في حكاية تانية عايزة اتكلم مع حضراتكم فيها فيه أندية تركية انسحبت من الدوري التركي بسبب كصة الزلزال وقزمة الزلزال وربنا يا رب يحمي الجميع سواء في تركيا أو في سوريا ان شاء الله ويحمي الجميع أربع أندية انسحبوا بالاتفاق مع الاتحاد التركي والفيفا إداهم بعض الاستثناءات منها أنه هم ينفع يمشوا لعبيهم الأجانب في وسط الفترة الانتقالات أو وسط الموسم بعيد عن فترة الانتقالات ويبدأوا يروحوا أندية أخرى استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم للأجانب فيه الدوري التركي فدي بالنسبة لنا فرصة ذهبية لأندية الدوري المصري لضم محترفين إضافيين بعيد عن فترة الانتقالات دلوقتي كان نادي مصري أو أي نادي في العالم ما يقدرش يعمل أي صفقة دلوقتي لكن اللعيبة اللي في الأربع عندية دول المحترفين يعني يقدروا يروحوا في أي نادي في العالم في أي نادي في العالم تعالوا لكم كل التفاصيل يلا بنا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي قررت أربع عندية لانسحاب من بطولة الدوري التركي الممتاز بسبب الضرر الكبير الذي وقع عليهم على إسر هذا الزلزال وهم هاتاي سبور ومالتاي سبور وغازي هانتاب سبور إضافة إلى أنة سبور الاتحاد التركي وافق على طلب الأندية بالانسحاب من الدوري بسبب الزروف الكهرية بدون هبطهم إلى الدرجات الأدنى إلا أنه أصدر قرارا استثنائيا بشأن اللعبين المحترفين في تلك الأندية بالاتفاق مع فيفا الاتحاد الدولي في بيانه الرسمي أكد أنه سيسمح للعبين المحترفين في الأربع عندية المذكورة بتقديم طلب انتقال إلى أندية أخرى سواء داخل تركيا أو خارجها بسبب الظروف الكهرية كما سيتم السماح بتسجيلهم خارج فترة القيد الخاصة بأي اتحاد آخر ينفع يتأيضه دلوقتي دي بقى معلومة خدناها من الاتحاد المصري لكرة القدم من جانبه يسمح الاتحاد المصري لكرة القدم لأنديةه التعاقد مع أي لاعب حر وهو ما ينطبق على أندية الأربع عندية التركية بسبب ظروفهم الكهرية بشرط وجود مكان فارغ لهم في قائمة النادي الذي يرخب فيه ضمهم مع عدم السماح باستبدال أي لاعب في القائمة للتعاقد مع لاعب جديد حتى إن كان حرا على سبيل المثال فإن الأهل والزمالك يمتلكون خمس أجانب فوق السن في قائمتهم الحالية وبالتالي لن يتم السماح لأي منهما بضم أجانب آخرين فوق السن واستبداله بأحد اللاعبين الحالين بينما سيكون متاح لهم التعاقد مع لاعب تحت السن يعني الأربع عندية التركية دول لو عندهم محترفين تحت السن ممكن الأهل والزمالك يخشوا يتفاوضوا عليهم ويدموهم محمد ما نكلمش على الأهل والزمالك بس نحن نكلم على كل أندية اللي في مصر لو حابين يعني وبالتالي فإن كل أندية الدوري المصري أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع صفقات أجنبية إضافية من الأربع عندية المذكورة لتدعيم صفوفها في الوقت الحالي بشرط امتلاك مكان خالي في قائمة الفريق حلو حلو عارف أنت بالزبط كده اللي هو إيه أنت الماركب بالنسبة لك دلوقتي ما قفول ما تقدرش تخش الضم لعب بس جالك أربع عندية الفيفا سمح لهم أو لعبيهم أن هم يتحركوا وينضموا الفرق أخرى بسبب ظروف الزلزال اللي هي ظروف الكهرية فاللي عايز يروح يبصوا على الأربع عندية اللي احنا ذكرناهم دول ويشوف يمكن يلاقي لاعب محتاجه في الوقت الحالي ويبقى سعره معقول ممكن